اصبحت اعداد المصابين بفيروس كورونا بالمئات حسب الاحصائية اليومية للمركز الوطني للامراض في مؤشر خطير ينذر بوضع وبائي كارثي في ظل وضع صحي هش تعاني منه البلاد منذ سنوات المركز الوطني لمكافحة الامراض في اخر احصائية له سجل 388 حالة اصابة كان لمدينة طرابولوس النصيب الاكبر منها بتسجيلها 159 حالة اصابة منها 111 حالة جديدة و48 حالة مخارطة تليها مدينة مصراتة بتسع وسبعين حالة منها حالتان جديدة من جنسية اجنبية و77 حالة مخارطة ثم مدينة زليت بتسجيلها 33 حالة منها 21 حالة جديدة و12 حالة مخارطة اما في مدينة الزاوية فقد تسجيلت فيها 12 حالة اصابة منها حالة واحدة جديدة و11 حالة مخارطة وفي سبه وشاطي كان عدد الاصابات في كل منها 11 حالة اصابة 9 حالات جديدة و12 مخارطتان في الاولى و5 حالات مخارطة و6 حالات جديدة في الثانية وثلوعة الاصابات في عدد من المدن والمناطق الاخرى بين حالات جديدة ومخارطة اما عن حالات الشفاء فقد سجل المركز 14 حالة واحدة في مدينة بن وليد ومثلها في مدينة الزاوية وخمس حالات في مدينتي مصراتة وزليتن واثنتان في مدينة سرمان ليصبح عدد المتعافين 724 حالة كما سجل المركز 5 حالات وفاة واحدة في كل من مدين غريان وسبه ويفرن وحالتان في مصراتة ليرتفع عدد المتوفين الى 125 ويصبح عدد الاصابات 5929 منها 5080 حالة نشطة اشتركوا في القناة